ترجمة نانسي قنقر أن الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء باستكمال إجراءات انضمام جميع مواليد سبتمبر وإكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام 2017 لأقرانهم من مواليد العام ذاته هي خطوة نوعية على صعيد تطوير سياسات القبول بالمدارس وأوضح خلال الزيارة التي قام بها إلى صالة وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تقوم حاليا خلال العطلة الصيفية باستكمال جميع إجراءات استقبال العام الدراسي الجديد بحيث تكون كل المدارس على أهبة الاستعداد والجاهزية قبل عودة الهيئات الإدارية والتعليمية مطلع شهر سبتمبر القادم وقبل عودة الدراسة هذا في الواقع يلقي على وزارة التربية والتعليم بمسؤولية كبيرة جدا في مقدمته طبعا الاستعداد الشامل لاستقبال جميع هذه الأعداد التي سوف تنضم إلى المدارس الحكومية اعتبارا من شهر سبتمبر القادم فالعمل يجري على قدم وساق لتجهيز جميع المدارس الابتدائية لاستقبال هذه الأعداد سواء كان تجهيز الفصول أو الكتب الدراسية أو الأثاث أو الاستعدادات البشرية وغير ذلك في نفس الوقت هذه طبعا تعتبر خطوة متقدمة جدا توفر التعليم للطلبة في مملكة البحرين من سن حتى قبل ست سنوات بمعنى أنه قبل سن الألزام وهذا يعتبر من أرقاء السياسات الدولية المعتمدة في جانب التعليم ونتوقع أن يكون لها انعكاس طيب جدا في مستويات الطلبة في الصف الثاني الابتدائي في الحلقة الأولى طبعا اليوم طلعت على التجهيزات والاستعدادات التي تم تنفيذها من قبل مناطق التعليمية في وزارة التربية والتعليم وهناك طبعا سيابية كبيرة جدا وارتياح من قبل أولياء الأمور في إجراءات وزارة التربية والتعليم في عملية التسجيل